دون اكتراث لأي عواقب إنسانية وأخلاقية ودون ما مراعاة لأي من المحاذير القانونية والدولية تواصل الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في محافظة مأرب لم تكت تهدأ حملة الإذانات والشجب المحلية والدولية غداة القصف الحوثي الأخير على المخيمات والتهجير القسري بحق مئات الأسر من النازحين حتى قامت الميليشيات بارتكاب جريمة أكثر دموية وبشع وأطلقت صاروخا باليستيا على أحد الأحياء السكنية في المدينة ما تسبب بمقتل طفل وجرح أربعة آخرين بينما نحن كنا داخل البيت في أمل الله فجأة طرح الصاروخ في الملعب استهدف أبنائنا الذين كانوا يلعبوا بالكرة في منهم جرحة ومنهم أصبتهم خطيرة ومنهم الآن لا زال يرقد في العناية المركزة ونسأل الله عزيزي قال لهم الشفاء العاجل نحن كنا نلعب بكرة وما كان لنا الصاروخ لا غفلة وحق ما ندخل في البيت وهم جئت وأنهم زقني حادث يعكس الشهية الإجرامية للميليشيات الحوثية في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين على مرءا ومسمع من العالم والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حالة من التخبط والارتباك تصيب الميليشيات الحوثية بعد الانكسارات المتوالية على حدود مأرب ما جعلها وفق كثيرين تلجأ إلى الخيارات الصفرية في محاولات يائسة للنيل من عزيمة هذه المحافظة والتي ظلت عصية عليها منذ الانقلاب على الدولة وإسقاط العاصمة صنعا حتى اللعبات محرما على الأطفال في محافظة مأرب في ظل سقوط الصواريخ الباليستية على الأحياء المدنية أشرف الهامي لقناة من شباب مأرب